لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا مرحبا بكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وعندما حلقتنا النهاردة الشيخ الجامي بيحذر طلاب الأصهر احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت الشيخ الجامي قال إذا تعمد الإنسان الاعتراض على الله ده بيكون ردة يعني الأصهر وشيخه ومشيخه بيعلمه الطلاب تعطيل القرآن والتعطيل معناه هنا في الصفات وأخذنا أمثلة من كلام الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب أن الله بيتكلم كلام نفسي وأن أي آية نشوف فيها أن الله بيتكلم لا نستطيع تفسرها وهكذا بقي الصفات زي الرحمة وصفات الغضب وغيرها كلها صفات مجازية وفي حلقة النهاردة ما زلنا بنوجه كلامنا للأصهر وطلابه أنتو بتقولوا الصفات زي الرحمة وصفات الغضب وغيرها كلها مجازية طيب ما تقولوا أن إلهكم إله نفسي وتريحونا يا أصهر أو بقول لطلاب الأصهر إن كانت صفات الله مجازية ونفسية يبقى الإله اللي انتو بتعبدوه إله حقيقي هل إله كده حقيقي ولا مش إله حقيقي والنقطة دي تكلمنا عنها في الحلقة رقم 37 وكانت عنوان الحلقة ابن حجر والإله المجازي اللي ينكر أن صفات الله حقيقية بينكر أن الله حقيقي يعني بينكر وجود الله وهو ده الإلحاد اللي بنشره الأصهر وشيخه ومشيخه وإنت كطالب أصهر مصدق لهم اللي هو عبارة عن إلحاد وكفر وبتدفع عنه وخلينا نروح لكتاب مواهب الجليل في شرح مختصر خليل بيقول كده وصف الله تعالى بالرحمة إنه مجازي اعتزال وضلال بإجماع الأمة فإن الأمة أجمعت على إن الله تعالى رحيم على الحقيقة وأن من دفع عنه حقيقة الرحمة فإنه كافر والأشاعر والأصهر طبعا مش بينفوا حقيقة الرحمة وبس دول بينفوا حقيقة الكلام وحقيقة الرضا والغضب وحقيقة أي صفة فعلية يعني لو قلنا الله غفور يبقى معناها يخفر يروح يقول الأشاعر لا الله ما بيخفرش حقيقة يعني مغفرة نفسية على رأي شيخ الأصهر أو مغفرة مجازية زي ما بيقول ابن حجر لو نقول الله سميع هيكون سميع طبعا غير حقيقي بيسمع نفسيا زي ما بيقول شيخ الأصهر أو بيسمع مجازيا زي ما بيقول ابن حجر وهلوم مجرة وده كفر زي ما نقلنا من شوية في مواهب الجليل في شرح مختصر خليل وصف الله تعالى بالرحمة إنه مجازي اعتزال وضلال بإجماع الأمة فإن الأمة أجمعت على أن الله تعالى رحيم على الحقيقة وإن من نفع عنه حقيقة الرحمة فإنه كفر وطبعا ده بسبب الاعتراض على القرآن وصحيح السنة الله بيقول عن نفسه أنه بيتكلم والرسول بيقول عن الله أنه بيتكلم وأي عاقل في الدنيا يفهم أنه كلمة الله بيتكلم أنه بيتكلم حقيقة يعني كلام لي صوت وحرف الأشعار بيقول لأ الله مش بيتكلم كلمة لأ في كل اللغات العالم بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن الأعتراض المشكلة في المسهب الأشعار أنه مسهب قائم على الأعتراض ممكن نسمي الأشعارة معارضة دينية معارضة دينية غير بناءة معارضة دينية هدامة اخترع الدين جديد أساسه الإلحاد والكفر وإنكر وجود الله وسبب الله ورسوله إيه الكلام ده؟ هل من المعقول أن الأصهر وشيخه ومشيخه وطلاب الأصهر كمان بيسبوا الله ورسوله الجواب طبعا نعم دول بيسبوا الله ورسوله ومش بيسبوا الله ورسوله وبس ده كمان سبى الله ورسوله أصل من أصول العقيدة العشعرية المشبوهة وأكتر من كده بسبب الأصهر بقى سبى الله ورسوله هو عقيدة جمهور المسلمين إن لم يكن كلهم زي ما بيقول الشيخ الأصهر في الفيديو اللي جاي نشوف مع بعض أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد وهو المذهب الذي استمر فترة ضويلة وهو المذهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين قبل قرنين مضي من الزمان قبل أن تظهر بعض المذاهب التي حاولت وتحاول أن تقول مذهب الأشعري ده مذهب ضلال ومذهب كذا لتماهد الطريق لقيادة الأمة الإسلامية صوب مذهب معين أو مذهب معينة شيخ الأصهر بيقول أن المذهب الأشعري هو المذهب الذي ساد هو المذهب الذي استمر فترة ضويلة هو المذهب اللي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين يعني سبى الله ورسوله مسهب ساد المسلمين والمسلمين تقبلوا سبى الله ورسوله عادي لازم يقبلوا لأن سبى الله ورسوله الدين بيدافع عنه وينشره الأصهر اللي بيعتبر أكبر مؤسسة دينية في الدول العربية والإسلامية وخلينا نشوف مع بعض الشيخ الجامي هيقول لنا إيه الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم الشيخ الجامي يقول لنا الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم يعني حسب كلام الشيخ الجامي شيخ الأصهر ومشايخ الأصهر بيكتبوا على الناس وبيضللهم مش كده وبس ده الشيخ الجامي بيقول ان شيخ الأصهر ومشايخه هم نفسهم شبهة يعني بعبارة تانية شيخ الأصهر ومشايخه مش بيفسدوا العقيدة الإسلامية وبس لا دل هم الفساد نفسه هم أصل وسبب فساد الإسلام لأنهم شبهة ومشايخ شبهة يعني شيخ الأصهر الدكتور أحمد طيب بيعتبر شيخ شبهة لأنه باختصار المذهب الأشعاري هو زي ما بيقول شيخ الأصهر في الفيديو اللي جاي خلينا نشوف مع بعض المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود ومذهب قادة المسلمين فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية وزي ما شفنا شيخ الأصهر بيقول المذهب الذي عكس الإسلام وكان له وجود تاريخي موجود ومذهب قادة المسلمين في فترة طويلة ولا يزال يقودها ويقود الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية المذهب اللي بيعكس الإسلام يعني الصورة المشرفة للإسلام هو المذهب اللي أصل من أصوله أنك تسبب الله ورسوله وعشان كده بأسبب الرسول والله صلوك متجزر في نفسية أي مسلم وده كلام شيخ الأصهر وخلينا نشوف مع بعض الفيديو اللي جاي المذهب الأشعاري باختصار ويعني خلانا إحنا بنذكر به لأنه هو موجود وموجود مش عنا بنخلقه ولا بنستدعيه هو موجود بالفعل كسلوك متجزر في النفوس الأمة الإسلامية وفي سلوكها شيخ الأصهر بيقول المذهب الأشعاري باختصار اللي خلانا بنذكر به لأنه هو موجود هو موجود إحنا مش بنخلقه ولا بنستدعيه هو موجود بالفعل كسلوك متجزر في نفوس الأمة الإسلامية وفي سلوكها لأنه بكل وضوح لو كان الأصهر الشريف والشريف كما يسمونه على رأي الشيخ الجيمي وشيخه ومشيخه بينشروا المسهب الأشعاري المفلس اللي عقيدته فيها أو اللي عقيدة فيه قائمة على سب الله ورسوله يبقى سلوك الأغلبية الكبرى في الدول الإسلامية من المسلمين هو سب الله ورسوله مع ملحوظة أنه هيبقى سلوك متجزر في نفس الأمة الإسلامية وطبعا أكيد الطالب الأصهر اللي متابعنا من الحلقات اللي فاتت برضه وبيتابع الحلقة دي بيقول لنفسه أو بيقول لأي حد جنبه على فكرة مقدمة البرنامج كلامها مستحيح الأصهر والشيخه ومشيخه مش بيسبوا الله ورسوله لأنه مفيش مسلم حقيقي بيسبوا الله ورسوله ولو سبوا الله ورسوله مش هيكون مسلم طبعا الطالب الأصهري قالت 3 نقاط هنعتبرها شبهات لأن لازم نرد عليها ونوضحها لطالب الأصهر زي ما قال الشيخ الجيمي وخلينا نشوف مع بعض كذلك أيما طالب درس العكيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى ولكنه على جهل وفي شبه معدود أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا لن نخالف عكيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء إن ذلك لا عدران أريد أن أقول نفي الصفات وتعريف الصفات وتأويل الصفات تأويلا يؤدي إلى نفي ما أثبت الله لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام يؤدي إلى الكفر ما لم يعدر النافي إما بجهل أو بشبهة الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العكيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم زي ما شفنا الشيخ الجامي بيقول كذلك أيما طالب درس العكيدة الأشعرية ولم يتبين له الحق ولم يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الهدى ولكنه على جهل وفي شبهة معذور طبعا من كلام الشيخ الجامي أن طلاب الأصهر كلهم مخدوين ومش أصدهم يا حرام أنهم يشاقوا الله ورسوله طبعا عشان كده مش هنكفرهم لأنهم معذورين بسبب الشبهات اللي بيدرسها الأصهر لطلابه على أساس أنها هي دي الإسلام والدين الصحيح وخلينا نكمل مع بعض الشيخ الجامي هيقول لنا إيه في الفيديو اللي الجاي الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه يدافعون عن العقيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم وزي ما شفنا الشيخ الجيم بيقول الشبهة أن يرى طالب العلم مشايخه ودفعنا عن العقيدة الأشعرية وجود مشايخه شبهة للطالب لأنه يتأسى بهم وهنرفع الشبهة أو الشبهات عن طالب الأصهر وأحذركم يا طلاب الأصهر لأنكم لو استمرتم على الشبهات دي بعد الحلقات دي وطبعا بعد برنامج النقل أم العقل وفي حلقات كتير فاتت إحنا ردين على شبهات كتيرة للأشعر وعلى رأسهم الأصهر والشيخ ومشايخه وبرضو في الحلقات اللي جاي هنرد أو هنأكد الردود اللي فاتت على شبهات الأشعر وعلى رأسهم الأصهر والشيخ ومشايخه لأننا مش عاوزين غلطة الحنابلة يكفروك وبناء على كده مش هتخش الجنة يا طلاب الأصهر بسبب الأصهر وشيخه ومشايخه وتحذير أخير لك يا طلاب الأصهر لأنكم ما سمعتوش الكلام وسبتوا عقيدة العقيدة الأشعر العقيدة المفلسة هتكونوا يعني أنتوا لو ما سبتهاش هتكونوا كفار مرتدين عن الإسلام وده مش كلامي ده كلام الشيخ الجامي وهو بيقول الكلام ده أما إذا تبين له الحق والهدى وقال بعد ذلك لا لن نخالف عقيدة مشايخنا وعلمائنا لأجل هؤلاء لأجل هؤلاء لا عزرة ودلوقتي أنا هعمل لكم ملخص لحلقة النهاردة إحنا شفنا بحلقة النهاردة أن الأشعر وعلى رأسهم الأصهر مش بينفوا حقيقة الرحمة وبس لأ دول كمان بينفوا حقيقة الكلام وحقيقة الرضا والغضب وحقيقة أي صفة فعلية وإن اللي بينفي عن الله حقيقة أي صفة فإنه كفر والكفر ده أكده الشيخ الأصر الدكتور أحمد الطيب لما قال إن هو المسهب الذي ساد وهو المسهب الذي استمر فترة طويلة والمسهب الذي تقبله جمهور المسلمين إن لم يكن كل المسلمين والشيخ الجامي قال أيما طالب درس العقيدة الأشعرية ولما تبين له الحق ولما يشاقق الرسول من بعد أن تبين له الحق ولكنه على جهله في شبهة معذور أما إذا تبين له الحق وقال بعد كده لا نخالف عقيدة بشايخنا ورائمان الأجل هؤلاء عند ذلك لا عزره وتابعوا إلى الحلقة الجاية عشان نواصل مع بعض عقيدة الأشعرية والأصهر والتقيميكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل إذا ما نقبل بعقل إذا يرد بعقل إذا ينكر بعقل إذا يبقى الدين يبقى ولعوبة بين عقل المسا